ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وهيكون معنا طبعاً طرق الطوخي وكي اللاعبين طارق أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك كابتن أزاي حضرتك تمام والله الحمد لله بخير صباح خير عليك صباح الخير طارق بدايتك في وكالة اللاعبين كانت إزاي؟ والله يا كابتن إحنا بمتكلم بدايتنا كانت من حوالي خمس مواسم أو خمس سنين كانت عن طريق أنا خدتها درجات كلمت مع الكابتن هيسم عرابي والكابتن هيسم عرابي دليني على الطريق الصحيح إن أنا أبديها حيث نظر المدور التسويق في ناد الأهلي كان موجود في الناد الأهلي في الفترة دي فأنا اتكلمت معاه فبصراحة هو نصحني نصيحة كويسة قال لي ابدأ من تحت ابدأ من نشئين هتوصل لحاجة كويسة اللي هو يعني تبدأ تبص عينك تبقى كويسة على النشئين يعني؟ اشتغل يعني اشتغل في نشئين اشتغل من بداية تحت طول ما انت بتبدأ من الصفر هتوصل لحاجة كويسة فأنا برغم كده اشتغلت في النشئين عملت صفاقات كويسة جدا في الفترة دي عملت أكتر من صفاقات نشئين لغازل المحلة والطنطة في سن الصغارين مولد ٢٩ و ٩٩ و ٩٩ و ٩ والكلام دا فريد أول هون؟ من فريد أول في سن الصغارين الكلام دا من فترة ما كانش لسه حددوها فبعد كده الحمدلله ومشينا على الطريق الكويس يعني بدأنا في عدد من أندها دوري ممتاز به في الجسم الثاني والحمدلله طرح أنا عايز ساكسي قول مهم جدا الفرق بين الدرجة الثانية والثالثة والممتاز ثقافة اللعيب بتتغير من الممتاز به للممتاز إزاي؟ أو الثقافة بتبقى متغيرة في إيه؟ أو هي هالمرحلة التدريب؟ أو خطأ في التدريب؟ أو الممتاز بيختلف في حاجة مهانة؟ طبعا أنت الرد ليك إنت طبعا إنت العشرة بقى اللعيبة في اللعيب طبيعي بصة جابت أن أقولك على حاجة طبيعي أن أنت تبتدي يعني معلش النهاردة أنت بتجيب system درجة الثالثة ميزاى الدرجة التانية والدرجة التانية ميزاى الدرجة الأولى تمام ففيه في درجات مختلفة فأنت دلوقتي بتبص لكذا اتجاه يعني هالإمكانيات النادي تفرق بتفرق جدا جدا يعني النهاردة العيب بياخد سي مثلا آآ 20 ألف بدرجة تالتة الدرجة تانية بياخد مئة ألف وبيخد مئة وخمسين ألف درجة الأولى بياخد 200 و 300 و 400 و 500 مبالغ بتخلي اللاعيب يقدر يتصرف مثل النشئين لما يكون اللاعب مثلا في نادي سيامة مثلا لعيب في جمروز شبين ولعيب في طنطا ولعيب مثلا في النادي الاهلي فيه اختلاف في مراحل التدريب بتختلف من نادي النادي ولا ملاحل التدريب ملاحش علاقة او الاكل او الغزة بتاع النادي واهتمام النادي به طبيعي ان الكل الاندية لها مختلف شوية ان انت النهاردة بتبص لحطة النادي الاهلي امكانياته اعلى من كفناشئين او كاي حاجة تانية طنطا ناشئين فرقة كويسة شبين فرقة كويسة ناشئين بتبدأ بيها بتبص لان انت ناشئين مسافة ملاعيب بيطلع فريق اول خلاص الدل الأمور بتتغير معايا والأمور بتصير معايا بدل من لقطة الصفر يعني بتتغير اموره خالص يعني انا انا بتطفق معك طرق لاني حصل معايا موقف برضو الموقف ده انضميت لمنتخب مصر الناشئين مع كابتن محمد عمر كابتن محمد عمر كان ماسك منتخب اربعة وثنين وكان معاه مساعدين كابتن تامر عب حميد وكابتن هيسن فاروق عارف كابتن هيسن فاروق كان هو مدير الإداري المنتخب وكابتن أوليد صلاح الدين جامنا كهرباء كان في نادي امبي وانا بلعب في جمهورة شبين فانا طريق جاي طبعا منتخب فعمل ايه بقى اللي هو جاي بقى فرحام بقى فاهم اللي هو ماسك الكرة شارقيها تيك 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 وراء أصول ده فرقيت كابتن وليس صلاح الدين والله يطرز يقول لك ما دالك ده قال انت اسمك ايف بقوله ان اسم حريفة قال لا قول اسمك ارتبوا اسم محمود هو مش وصل له ان اسم حريفة ده هو اسم قيلتي كان بداية الاول تمرين في المنتخبات قال لي بص اللعيب الدولي بيختلف عن اللعيب المحلي يعني انا بيجي دي علي كاختيار او بيقف على الاختيار في اللعيب ده عمل كم باص كم شطة كم اوفرلاب كم سروق كم شطة بدماغه كم جون كم كرة في العرض دي وكم كرة حسيسنا طريقة بتكلم ان انا مرأيت بشكورة ورجي تنقلك ايه بقى وعندك الموهبة الجامدة انك تعمل كل ده بس لطورك كهربة كان يبيعمل ايه واحدة واثنين ويرو على الجون طبيعي فانا معاك جدا لان اختلاف الاندية فعلا هو اللي بيغير من شخصية اللعيب في حتة قدق اللعيب جدا جدا الامور كلها بتختلف فالنادي انت مش تجيبي النهاردة الاهلي زي سيه مثلا درجة تالتة عندها لعيب بيناها في درجة تالتة لا طبيعي ممكن يكون لعيب نفسه طب انت شايف ان الكرة تحولت من انتماء لماديهات طبيعي هي مش كس يعني انت مثلا لو عندك لعيب في الدرجة التانية اللعيب ده في الدرجة التانية يعني وانت جايب له نادي كذا ونادي كذا ممكن نسيب اسم نادي عشان نادي اخر فيه فلوس حصلت معاك؟ مش مش حصلت معايا طبيعي كتير من اللعيبة ببص للفترة اللي هي عمار السن يعني السن بيختلف معلش النهاردة ان انت مثلا لعيب في سن مثلا التلاتينات تمام؟ معروضة عليه مثلا مبلغ سيه مثلا مبلغ اعلى من نادي التاني باعلى شوية فطبيعي هيبصل ان هو يأمن مستقبله مادية مش هي يعني موقف رمضان الصباح كان صحب؟ والله طبيعي انا يعني انا شايفه باسلوب الاحتراف الحياة عبارة عن بيزنس دلوقتي بتتكلم دلوقتي يعني اكترية اللعيبة ببصل ان هي بيزنس طبيعي يعني النادي الاهلي سعاد مع PRESему لك ان THIS ç THE B Janap ده taught but طبعا اي لعيب في مصر اي لعيب في الوطن العربي كله او اي مكان في العالم يتمنى اليه عبدالنادي الاهلي او النادي الزمالك اي نادي يعني يشرف اي مكان طبعا لكن انت بتتكلم النهاردة بتكلم عن حيثة المديات الماديات دلوقتي انت لما العيب تيرد عليه مليون مكان تاني تيرد عليه خمسة مليون فطبيعي هيبصل الخمسة مليون هيبصلchant طبيعي طبيعي لازم يعني حتى لو بيلعب فين يعني حتى لو انت خيرتوا ما بين مليون وخمسة مليون لا اقولك ان اختار الخمسة مليون قليل لما تلاقي العيب بيقدر ويشتري المكان اللي هو متواجد فيه في موجودة العيبة من النوع ده طبيعي كتير قليد سليمان كابتن قليد سليمان كابتن محمد الشناوي ناس كتير ناس كتير جدا موجودة موجودة في النهاية الاهلي موجودين بتجي تتكلم بتتكلم انت شاف ان الممتاز ألف بيبص الممتاز بيه بشكل كبير في الصفقات بيحطه في اهتماماته والله فيه اندية بيبص وفيه مع ان احنا لو بصينا من فوق من الدور الممتاز بصينا بس طري بتلاقي اختلاف في امكانيات يعني لعب مثلا لعب كواس جدا يعني عنطر كان مثلا في الاسيوتي تمام عنطر بدأ في القسم التالت كان بلعب مع الاسيوتي فهو الراجل طبعا وصل لنادي الزماني انا مش عايز اتكلم في جزئية برضو هو راجل يعني نجم كبير وبيعرف نادي الزماني الكوة البدنية بتحس ان نقصوا حاجة معينة في والله يا كابتين اقولك على حاجة برضو كابتين انا بتكلم على العقيد طلع هو طلع مرة واحدة عكس العقيد كاني كلهم طلعين من اللي قولين والله المستويات بتبقى نفس المستويات بس فرق تدريب فرق ماديات فرق وضع تاني بيختلف لان انت دلوقتي معلشي خلينا نقول ان انت بتتمرن متواجد في النادي الاهلي تمام؟ بتتمرن وسط كابتين حسام غالي كابتين محمد ابوتريكا كابتين محمد بركات هتتأكلم على الحياة هتتأكلم ان انت تعيش وضع ساستن نفسك بكل الطرق يعني انت دلنهارده لو لعيب صغير هتحاول انك تبقى لعيب كبير وسط الكبار دول ما عادش دلوقتي لعيب صغير واحنا يعني النقطة اللي بنبص فيها في جميع اندية الكسم الثاني لو جيب بسيط هتلاقي لعيبة كتير جدا جدا تلعب دور ممتاز وتلعب يعني كمان لو خدنا الفرصة هنقدر نجيبهم بحاجة يعني رمزية مش هنسمع الملايين اللي بنسمعها طب السؤال ليه وكلاء اللاعبين بتجري ورى اللاعبين الجهزين والله بص اجابت ان يعني أنا يعني ليه الوكيل قال ليه يروح للعيب الكويس يقول يدور على اللعب الكويس رغم ان لو دور على اللعب صغير ويواقع مع اللعب ده مثلا ويبدأ يمشي معاه ويخليه يبقى عنده الإدراك والوعي ان يوصل لمرحلة كويسة لي لعب وطبيعة كابتل ان انت كابت تتكلم كواكيل اللاعبين عايز اللعب المتصيط اعلاميا ليه ليه عايزين نغير الفكرة دي برضو عشان نطلع الفكرة دي مش هتتغيرها كابتل غير من نبص ان احنا لازم نبص لها من منطق تاني ان احنا دلوقتي نخلي الفكرة دي تتغير كدلوقتي احنا عندنا لعيبة في الكسم الثاني لو احنا بصينا عليهم او خلينا الاندية تتابعهم هتلاقي الوضع ده اختلف جدا الوضع هيختلف اموره الماديات هتتغير حتى من نسبة كبيرة تتغير ان انت حتى لو بتجيب لعيب بمليون واثنين وثلاثة لأ انت ممكن تجيب لعيب بخمسمائة ألف وربعمائة ألف ومليون مش هنسمع الاركام اللي كنا بنسمحها مش هاب يبقى فيه في المراكز الشباب لعيبة كويسة بيدة طبيعي جدا لو اتمرنوا بشكل كويس ممكن الناس يكون اهليهم ظروفهم وحشة طريق انت معايا متفق معايا فاهم فاهم ممكن انتوا تتبنوا المواهب بيها وطلعها 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 طبيعي احنا كانا انا بتكلم عن حالنا ما انا عايز اتكلم انت شاب يعني انت وكيل لعبين شاب وطلع في المجالة هوت ويعني بتنتشر وموجود انا سؤال واجابة الشباب يعني بلاش انا اتكلم عن وقلاء اللي هم موجودين الكبار انا بتكلم على الشاب ليه ما بتدوروش على المواهب الصغير وتدقوا وتحاربوا بيهم طبيعي بص يا كابتل انا اقولك على حاجة في احنا بنبص عينينا بتروحي يعني لعيبة بنبص لعيبة بدرجة تالتة انا خايفة طالق بس يكون متحول الامر من وكيل بيقضي عمله في انتاج مواهبة ككشافة بجد لسبوها تبقى مصيبة بص يا كابتل اقولك على حاجة دلوقتي قليل جدا لما تلاقي وكيل بيقدس شغلانة اللي هو شغالها بمبدأ سليم مش ان انا كاخد لعيبة امارضي في مكان وخلاص لازم نبص يا جماعة ان احنا دلوقتي كشغالين في مهنة اذا كنت بتحبها فعلا بجد لازم تبص لان انت تصنع حاجة لنفسك تصنع حاجة لغيرك ان احنا انا انا كراجل شغال شغلنا دي عايز اعمل اللي انا معرفتش اعمله جدا لكن دلوقتي لما اجي بص يا كابتل ان انا بص للعيب تاني في الكسم الثالث والرابع لازم ابص له بمنطق ان انا احط نفسي مكانه احط نفسي لان كنا احنا محتاجين حاجة شكل دي كشاف وكيل لعبين يزهرنا الكلام من ده كله لكن احنا انا كوضعنا انا ماشي بالمبدأ ده وهدق ماشي به ويعني انا في طريق لي وان شاء الله يعني ناخد خطوة كويسة بأمر الله وبأمر الله ينصير للطريق الصح لان انا ببص دايما للنقطة ان انا دايما اسحب من تابص لتحت لازم اعمل حاجة لشغل انا مجريش ولا شغل حد طارق انا هسأك شغال برطاني السؤال ده مترتب عليه حاجة كتير كده ساعات بيبقى فيه اندية واسقة في وكيل لعبين سيما مسلا كان جاب لهم لعيب كويس قبل كده فهم ما واسقوا فيه فلو جاب لهم اي صفقة بيوافقوا بيها وممكن لعيب جامل جدا بس ما عندوش السيفيك كوي ويكون اجمد من اللي هما جابوه وما يوافقوش به او يتجاهلوا الامر ويفجوا بعد كده ان دي كانت موهبة قاتلة وموهبة جامدة جدا 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 وفي الاخر اترمت في الشارع وبقتش تلعب كل واللعيب ده انهارت عليه الحياة والظروف وكذا وكذا وكان ممكن يبقى نجم كبير جدا بتحصل كتير جدا وهتلاقي في كل الكرة يقول لك ده كان زمنه الخطيب وفي الاخر صحي صحي طبيعة هتلاقي في اماكن بس هتلاقي لو في مكان في لجنة تعقدات وفي مكان ماشي ان هو عايز يجيب لعيب يهلم عنده في الفرقة ويبقى حاجة كويسة عنده طبيعي هيبص على اللعيب اللي هو مش هيبص على اسمه وكيل او هيبص على وكيل يتعامل مع النادي معين طب يا جماعة نزلونا الصور بتاعة كابتن طارق الطوخي يعني الصفكات اللي كان متواجد فيها مع البعض الاندي يعني طبيعي ان احنا هنبص يا كابتن ان احنا نبص لنقطة ان احنا كوكلة لازم نبص ان احنا ما نشتغلش مع نادي انت بتشتغل مع نادي ان انت تسوق لعيب مفيش مشكلة طبعا النادي يكون عنده ثقة في طارق ان هو بيعرض عليه لعيبة كويسة بس النهاردة طبيعي لو طارق عرض على نادي لعيب ومش كويس طبيعي النادي مش هيخده منه حتى لو نشير الموقف يعني نشير النقطة دي من دماغ ناس كتير ان مثلا ممكن يقولوا ايه فيه وكلا بتتعامل مع النادي والكلام ده لا بالعكس جدا هو انا النهاردة لو انا جاي اخد العيب طبعا صور كابتن طارق موجودة طبعا على الشاشاهيات موجودة صفكات بتاعته المعلام فطبيعي يا كابتن لما اجي بصر عايز على طريق طب شوف الصور معلق طيب ده كابتن وليد فيصل هداف النجوم للرجاء موسم القبل اللي فات تمام كابتن وليد فيصل ده كابتن عشور الادهم بصراميكا كلوبترا ان شاء الله عشور كان عامل الطفرة جامدة في المريخ السوداني في سودان وصرحتوه تصريح جامد جدا في جارية الجوهرة في سودان وقلت ان هو هيبقى صفكة صاروخية بالنسبة للمريخي كابن بلد يعني اسم كابتن عشور حاجة كبيرة ده كابتن شوقي فاتحي من الدفندرات اللي كان مظلومين كان في بلدية المحلة بايه؟ بلدية المحلة يعني انا من وجهة نظري ده يعني دفندر انا دايما كنت باشوفه من دفندرات اللي ما كان يعني لو خاد فرصته كان هيبقى رقم واحد في مكانه كوزة طري حامد كذا حتى طري حامد شوقي شوقي انا مش هانا اللي هتكلم بي عايز تشكر مدرب معين طريق؟ عايز تشكر طريق مدرب معين بعين يعني؟ مش كسة اشكر مدربين فيه مدربين كتيرة فيه ناس كتير جدا مدربين مخترمين ومدربين كبيرة ومدربين خبرة كابتن عبد الناصر محمد كابتن هيسم شعبان يعني حاجة محترمة جدا الكابتن ايمان مزين الكابتن محمد صلاح الناس كلها كابتن طريق محجوب ده مدير فني حاجة محترمة كابتن طريق محجوب حاجة محترمة جدا ده انا بشوفه دايما من الناس المظلومة اعلمون ده شوق في القناة الموسم اللي فات ده موقع موجود في القناة في القناة فوقضى معهم يناير ده بقى باكرايت اسمه الشازل جابر في منتخب السويس الحين وفريق اه اعلمه اعلمه يعني انه بقول الفترة اللي جاية انتظروا الاسم ده انتظروا الاسم ده ماركز احد يطن ده كان في باكرايت ده كان في البلدية باكرايت باكرايت انتظروا الاسم ده فعلا ده ده ابقى بقول ده استاذ المحمد الشامي ده كابتن محمود الشامك، كابتن حمد علوي، كابتن مصطفى السامولي، رئيس النادي بلدية المحلة ده انتظروا الاسم ده كويس جدا حاجة مخترمة ده اسم محمد علاء كان في أسوان ودلوقتي موجود فابوئير للأسم ده فابوئير للأسم ده اه بيلعب هاو بلعب كويس جدا لو في صورة جماعة حاولوا تتجارها شوي ده دفندر كان في امبي اسمه بسام ماهر ده دفندر مصمار مصمار بمعنى المصمار في مصمار بطارق الحامد يعني في مصر؟ طبيعي طبيعي لازم نبص يا جماعة مفيش اختلاف على الكابتن طارق الحامد طبعا انا فكرة عايز اقول حاجة بها مهمة جدا طارق مش يعني طارق العيب كويس جدا ولكن انا بيتكلم ما ببنجيب سري طارق الحامد احنا بنتكلم عن طارق حامد ان هو راجل بيشتغل عن نفسه كتير طبعا يعني راجل بيشتغل عن نفسه كتير جدا يبقى ده راجل مكافح ده اللي همقوله الفرقات الفرقات بينه وبن اي لعيب لكن انا مش بتكلم عن الموايبة الخارجة لا ما كان كابتن حسام غالي حاجة عالمية فكرة طبعا بكلم طارق حامدعم البصمة لانه راجل موجود في كل حتة في المعب راجل قوي جدا راجل تنشن راجل وقد الموضوع جد راجل عنده بوعي لو جينا بصينا هنلاقي في اماكن كتير في اماكن كتير هنلاقي طارق حامد بس طارق يعني هنلاقي اكتر كمان من يعني هتلاقي اكتر نوادي كتير هتلاقي فيها طارق حامد بس عايز يزهر عايز ياخد الفرصة اللي الكابتن طارق حامد خدها لو حد خدها يعني لو خد نفس الفرصة دي انا بنتظر نجوم كتير كتير جدا طارق هتوعدنا ان انت كشاب تتبقى تدور على المواهب الكويسة وتتطلح على الاندياك كويسة وتتبقى تدور على الاندياك كشافة وتطور على المواهب من زغره وتتنبق الاولاد دي بيكونوا في مقامات كويسة بالفعل يا كابتن مش عاوزين يا طارق اللي هو ايه كله ده بيودت ده وده طلع من هنا وده راح هنا مش حاولين بقى الكسة دي لا بص يا كابتن اقولك على حاجة انا بالفعل شغال على الوضع ده وماشي عليه يعني ماشي عليه الحمد لله دايما انا بامشي عليه ودايما عمري في حياتي ما بتكبر على حد او دايما اللي بيحتاج طارق كحاجة دايما انا تحت امره يعني ما فيش اختلاف ودايما ببص اللعيب لان انا في اوقات بحط نفس مكانه عايز انا من وجهة نظرة انا دايما بشوف اللعيب في الدرجة الكسم الرابع والكسم الثالث دايما فيه لعيبة كتير جميلة بس يا جماعة عايزين مساعدة عايزين عايزين يزهروا عايزين حد يتبعهم عايزين معلش انت دلوقتي لعيب بياخد نادي طنطة طور اخبروا ايه نادي طنطة والله طبعا يعني في ظروف صعبة جدا لكن ربنا يطلحهم من الامور اللي هم فيها يعني وربنا يسر لهم الامور ان شاء الله يعني فيه مدرب شايف ان هو مظلوم في الممتاز بيه؟ اتعاملت معاه وشايف ان هو يعني حاجة كبيرة ان هو يقدر يبقى متواجد في الاندها كبيرة ولكن الظروف ما انتقدموش؟ فيه طبعا فيه طبعا كابتن زي ما قولت حضباتك كابتن عبد النصر محمد انا بشوفه دايما مدير فن كويس كابتن طريق محجوب زي ما انا يسعي لك من شوية الكابتن صابر عيد نون ديالي يعني لما نجي نتكلم على اسم صابر عيد في المحلة كابتن صابر اه مستخدم حلة من فترة كيوم مش عطوة اه اه قاعد معهم موسم كده ومكملش الموسم يعني الكابتن خالد عيد مدير فن مخترم جدا شو هجوه بقى يعني انتظروها الفترة اللي جاية لو خدت فرصتها هتبقى علامة موجودة بتشتغل طريق على بعض المدربين برضو ببعض الاندية طبعا 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 كابتن احنا بنشتغل يعني احنا شغلين وبالفعل بنروحه يعني ما بيكون فيه اندية محتاجة احنا ببعض نحن بنعرض مدير فني فيه اوكي مفيش مشكلة بنروحه وبنغاده بنشوف الامور ممكن نختلف على حاجات وبنغير الامور ما بيحصلش نصيب يعني او الكلام من ده كل تمام فلكن انا دايما بشوف يعني انت وعدنا بان انت ان شاء الله باذن الله يكون فيه موايب كبيرة جدا ده يعني ده وعد ان شاء الله من غير مواطع رب العالمين لكن انا ماشي على الوضع ده ودايما ماشي في الطريق الصح لاني انا مش مش هاجي في يوم لان انا حابب مهنتي حابب ان انا اكون في مكان طريق الصح مش ان انا اوصل لنقطة معينة واقف عندها او ان انا ابص لها النقطة حاجة لأ انا ماشي للطريقي ان انا اكمل فيه مباشر يعني طريق عايز تشكر مين طبعا بقى في اخر حوارنا والله يا كابتن انا طبعا بشكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله طبعا فطبيعي انا دايما لازم اشكر والدتي ربنا يخلال يا رب ويباركلي فيها خلي امات المسلمين كلهم امامين يا رب العالمين واشكر اخويا اخواتي كلهم باجمع في ظهر دايما ومسنديني واحنا بنشكلك جدا 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 نطهار منورتنا وشرفتنا وانت نجب ان نسمع عن صفقتك القادمة ان شاء الله انا بس عابس قبل ما تقفل حابب بس اشكر كابتن هيسا معرابي لان انت بالفعل كابتن هيسا معرابي طبعا كابتن هيسا معرابي ما زال لحد الان بتكلم معاه وبتواصل معاه والكابتن نادر السيد بحب اشكر الاتنين دول جدا نورتنا تروق يعني طبعا نلقيكم في حلقة قادمة ان شاء الله تسلسل القادمة ساعة 9 صباحا ان شاء الله تنتظرونا تلاتة القادمة ان شاء الله باذن الله استلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة